المدارس السنوية الزراعية المنظومة الجدرات المهنية احنا اخذنا في الحلقات السابقة اخذنا المخرج الاول واخذنا ايضا المخرج التاني من مادة اعداد معمل الاحياء او وحدة اعداد معمل الاحياء بنحاول ان شاء الله في حلقة النهاردة نستكمل مع بعض بناءا على اقتراحاتكم باقي مخرجات الوحدة احنا طبعا عارفين انه المنظومة جديدة علينا كلنا بنحاول كلنا نساعد بعض كل يدلي بدلو من خبرات في هذا المجال لان انتوا عارفين اعزان الطلبة والطلبات انه المنظومة ما زالت وليدة وطبعا كلنا كل لابد ان يدلوا بدلو في هذا المجال لانجاح المنظومة وانجاح رؤية مصر للتعليم 20-30 كل واحد فينا لابد ان يهتم بعمله ولابد ايضا ان يؤدي عمله بكافئة واحنا طبعا كلنا بنسأل بعض عن الاقتراحات الجديدة وكل حاجة بنتكلم فيها بتبقى فيه اطار ليحة التقييم والتحقق اتبعا لقانون التعليم في مصر اللي هو القانون 139 لسنة 1981 طبعا احنا عرفنا في الحلقات السابقة يعني جدرات وقلنا الجدرات هي نظام بيدل على ان الطالب يكون عنده القدرة على التطبيق المستمر للمعارف والمهارات وفق معايير اداء محددة سلفا وايضا عرفنا يعني معايير اداء هي اللي بتقيس مستوى الاداء المتوقع اداءه من الطلاب وايضا عرفنا مخرجات التعلم وايضا ادلة التعلم قلنا دي الادلة اللي بيتم جمعها من قبل الطلاب وبيتم اصدار الاحكام عليها من قبل المقيمين للحكم على الطلاب حيث كيونهم جدرين او ليسوا جدرين بعد وعرفنا انه كل طالب فيكو عنده 3 فرص للتقييم فرصة اولى وفرصة تانية والفرصة التالتة بتكون عبارة عن برنامج علاجي في نهاية الفصل الدراسي الاول او نهاية الفصل الدراسي التاني احنا فيه وحدة اعداد معمل الاحياء اخدنا المخرج الاول وقلنا المخرج الاول كان عنوانه يعد الادوات والاجهزة المعملية المختلفة والمخرج التاني يعد المواد والخامات المتنوعة واحنا في حلقة النهاردة هنستكمل مع بعض باقي مخرجات وحدة اعداد معمل الاحياء وهي من الوحدات المهمة جدا في اطار منظومة الجدرات المهنية لطلاب التعليم الفني والتدريب المهني احنا هنا في الحلقة هنحاول بقدر الامكان نديكم اهم الارشادات الواجب مراعاة عند اعداد معمل الاحياء وكيفية تداول الادوات والاجهزة داخل معمل الاحياء وايضا اهم الاشتراطات المهنية وقواعد السلامة والصحة المهنية الواجب اتباعها للمحافظة على صحة سياتك داخل المعمل وايضا المحافظة على زملائك وايضا توخي الحذر وتجنب الاصابة بالامراض المختلفة والمحافظة على الادوات والاجهزة داخل معمل الاحياء تعالوا بينا اعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم وحنستكمل فيها مع بعض ان شاء الله باقي مخرجات وحدة اعداد معمل الاحياء هناخد المخرج التالت اللي هو يعد بيئات النمو المختلفة طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين على الشاشة المخرج الاول زي ما قلنا ان هو يعد الادوات والاجهزة المعملية المخرج التاني يعد المواد والخامات المتنوعة والمخرج التالت يعد بيئات النمو المختلفة اللي احنا بصدد دراسته في حلقة النهاردة والمخرج الرابع يعد الشرائح الحيوانية والحشرية والمخرج الخامس يعد النمازج الحيوانية والحشرية تعالوا بقى نستعرض مع بعض تالت مخرج من مخرجات التعلم في وحدة اعداد معمل الاحياء اللي هو يعد بيئات النمو المختلفة معايير الاداء اول معيار اللي هو معيار تلاتة واحد يحضر بيئة أجار التريبتون والدولوكوز ومستخلص الخميرة حسب الطريقة القياسية بعد كده المعيار اللي بعده اللي هو معيار 3-2 يحضر بيئة الأجار المغزي حسب الخطوات الإرشادية معيار الثالث والأخير في مخرج التعلم رقم 3 اللي هو معيار 3-3 يحضر بيئة من اللبن الزبادي لعمل غشاء بكتيري حسب الطريقة القياسية تعالوا بقى نشوف مع بعض أدلة التعلم إحنا زي ما احنا متفقين مع بعض في وحدات المنظمة لإطار منهجية الجدرات أنت بيكون عندك الوحدة مكونة من دليل المعلم ده خاص بالمعلمين ودليل الطالب خاص بالمعلم والطالب أيضا وإحنا طبعا في دليل المعلم حاولنا بقدر الإمكان أن احنا ندي أخوانا المعلمين الخبرات وننقل الخبرات ونشرح كيفية تحضير درس وفق منهجية الجدرات وأيضا كيفية اختيار طريقة أو استراتيجية التعلم المختلفة وإحنا عندنا العديد من استراتيجيات التعلم وأيضا كنا مع بعض قلنا أنه في عندي مخرج تعلم وعندي معايير أداء لتطبيق هذا المخرج وأيضا عندي الأدلة التي تبرهن على أن الطلاب أصبحوا جادرين أثناء تأديتهم لمخرجات أو معايير الأداء أو غير جادرين بعد وقلنا أنه عندي نوعين من الأدلة في أدلة تبقى أساسية لا غنى عنها ولا يتم إصدار الحكم على الطالب أنه أصبح جاديرا إلا بعد أن يجتاز هذه الأدلة وفي أيضا بيبقى جانب تاني بنقول عليه الأدلة الدعمة الأدلة الأساسية بتتمثل فيه إما أن تكون دليل أداء في صورة بطاقة ملاحظة أو دليل تساؤل في صورة امتحان تحريري أو شفوي أو دليل أداء في صورة بطاقة مراجعة المنتج أو فحص المنتج وبعد كده بيبقى في أدلة دعمة بتتمثل فيه إما أن يقدم الطالب صور رقمية أو فيديوهات على استوانات أو على فلاشات أو حتى على الكورس صلب اللي احنا بنقول عليه الهارد ديسك كل دي بتبقى أدلة دعمة بيحتفظ بها في ملف إنجاز الطالب لحين انتهاء اتيازه لوحدات البرنامج الدراسي بنوعياته المختلفة سواء كان صناعي أو زراعي أو تجاري أو حتى فندقي كل دي بتبقى أدلة بيحتفظ بها الطالب في البرتوفيليو الخاص به لحين انتهاء فترات الدراسة في البرنامج الدراسي وبعد كده الأدلة دي بيتم تقييمها في نهاية البرنامج الدراسي من قبل لجنة فنية بتشكلها الوزارة وبالتالي بيتحول هذا الملف إلى درجات في نهاية البرنامج الدراسي طبعا احنا بنقول لكم الكلام ده من دلوقتي علشان كل واحد يهتم بالمحافظة على ملف الإنجاز وتقديم الأدلة الأساسية وأيضا الأدلة الداعمة ويحاول أنه يجتاز الجدارة أو يجتاز مخرج التعلم من المرة الأولى وحافظ على عدم غيابه لأن ده كله في النهاية حيأثر على مستوى تقييمك في نهاية البرنامج الدراسي تعالوا نشوف بقى الأدلة التعلم الخاصة بمخرج التعلم رقم 3 اللي عندنا احنا عندنا دليل أداء في صورة بطاقة ملاحظة مدمجة للمعايير من 3-1 إلى 3-3 وده بيتم تقييمه أو وضعه في مرفق رقم 1 النوع الثاني اللي هو دليل منتج في صورة بطاقة مراجعة منتج للمعايير من 3-1 إلى 3-3 وده مرفق رقم 3 تعالوا نشوف بقى الأدلة الدائمة زي ما قلت لكم ويمكن أن تكون في صورة صور رقمية أو تسجيلات فيديو وكل الأدلة دي زي ما اتفقنا بيتم الاحتفاظ بها ليه؟ بيتم الاحتفاظ بها في ملف الإنجاز أو البرتوفيليو الخاص بكل طالب اللي بيكون مصاحب للطالب خلال فترة البرنامج الدراسي سواء كان صناعي أو زراعي أو تجاري أو فندوقي كل طالب يبقى له ملف إنجاز خاص به ومن حقه بعد نهاية التقييم وفحص التظلمات وأيضا إصدار تقرير المحقق الخارجي إنه يتقدم بعد شهر به حقه للحصول على الملف الإنجاز الخاص به يبقى تحافظ على ملف إنجازك وأيضا تحاول بقدر الإمكان إنه تقدم أدلة دعمة صور أو تسجيلات صوتية أو حتى فيديو علشان خاطر كل دي حتبرها على أنك أصبحت جديرا في اجتياز هذه الجدارة أو هذه الوحدة ككل طبعا الوحدات اللي عندنا سواء كان ترم أول أو ترم تاني هي وحدات منتهية ولكن برضو حابب إننا أنبه أعزائي الطلبة والطالبات إنه ممكن يجي لك مهمة في التقييم النهائي من أحد الوحدات سواء كان صف أول أو صف تاني أو صف تالت طبعا كل واحد يحاول إنه يجري المهمة أو المهارة بيده ويحاول إنه يتضرب عليها أكتر من مرة لأنه الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الجدارات المهنية هو إكساب الطالب المهارات والخبرات اللي بتأهله إنه يكون جدير بالالتحاق بسوق العمل ويكون مواكب للتطورات الحديثة في المجالات المختلفة سواء كان المجال الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو حتى الفندقي كل دي طبعا المهارات دي لما بتتضرب عليها أكتر من مرة بتبقى بالنسبة لك حاجة أساسية وبتكون أنت في هذه الحالة أصبحت جديرا في أداء هذه المهارة أو المهمة فأنت طبعا ما فيش واحد فيكو يقول لي أنا حكتاز المهارة وانسيها لا أنت تضرب عليها باستمرار لأنه من المتوقع أنه في الاختبار أو التقييم النهائي في نهاية البرنامج الدراسي أنك تتعرض لمهمة من الصف الأول أو الصف الثاني أو الصف الثالث فإحنا المنظومة عندنا منظومة تراكمية ومنظومة متكاملة الهدف الأساسي منها مواكبة سوق العمل وسد الفجوة بين المخرج التعليمي واحتياجات سوق العمل إحنا طبعا بكل الإرشادات دي بنحاول نوصلها لأعزان الطلبة والطالبات لأنه المنظومة جديدة وكلنا بلاستثناء بنتبادل الخبرات وأي تساؤل لأعزان الطلبة والطلبات أو حتى إخواننا المعلمين إحنا على استعداد دائما للإجابة عنه على صفحة القناة الرسمية لقناة التعليم الفني جميع العديلة زي ما اتفقنا بتم الاحتفاظ بها في ملف إنجاز الطالب من أجل أغراض التحقق سواء كان تحقق داخلي أو تحقق خارجي هناخد أول حاجة بقى معنا الجزء المعرفي اللي هو تعريف البيئة طبعا الميديا أو البيئة أعزان الطلبة والطالبات بتبقى مكونة من مجموعة من المواد والخامات وتبقى مواد عضوية أو غير عضوية الهدف الأساسي منها تنمية وإكسار الكائنات الحية بأشكالها المختلفة لدراسة خواصة ودراسة قدرتها على إنتاج بعض المواد النفاعة زي الانتيبيوتكس أو المضادات الحيوية فالميديا باختصار أو البيئة باختصار هي الغذاء الأساسي للكائنات الحية الدقيقة تعالوا نشوفها مع بعض البيئة الغذائية تعرف بأنها أي مادة يمكن أن تنمو عليها الكائنات الحية الدقيقة تعالوا نشوف مع بعض بتستخدم فيه أو استخدام بيئات النمو المختلفة أول حاجة عندنا تنمية وإكسار المايكروبات دراسة فعل المايكروبات على بعض المواد الموجودة في البيئة تشجيع المايكروبات على إنتاج مادة معينة في البيئة طبعا زي ما قلتلكم دي قد تكون مواد نفاعة طبعا بيستخدمها في المجال الطبي أو في المجال الغذائي أو حتى فيه مجال عزل وتنمية الكائنات الحية الدقيقة أنواع البيئات طبعا أنا عندي أقسام مختلفة جدا من البيئات الغذائية أنا هشرح لكم باختصار وبعد كده هنستعرضها مع بعض على شاشتنا المتميزة طبعا فيه تأسيم بيبقى على حسب التركيب الكيماوي بنقول عليها بيئات طبيعية وبيئات صناعية البيئات الطبيعية بتتكون من مواد طبيعية مثلا الدم زي اللبن أيا كان المادة اللي حتستخدم فيها البيئة أو تحضر منها البيئة النوع الثاني اللي هو البيئة الصناعية ده بتقسم لقسمين القسم الأول بقول عليه بيئات مخلقة أو غير مخلقة أو محددة التركيب الكيماوي وغير محددة التركيب الكيماوي البيئات محددة التركيب الكيماوي بتم تركبها وتصنيعها بصورة متكررة بنفس التركيب بنفس الخواص بنفس التكوين سواء كانت مكونة من مواد صناعية أو مخلقة من مواد غير صناعية اللي احنا بنقول عليها المواد العضوية طيب المواد البيئة التانية دي طبعا بتبقى بصورة عشوائية بيتم تصنيعها ولذلك بنقول عليها بيئات غير مخلقة أو غير محددة التركيب الكيماوي ده بالنسبة للتركيب طب بالنسبة بقى للقوام عندي نوعين برضو عندي نوع بقول عليه بيئات سائلة والمثال اللي عندي بيئة لبن عباد الشمس وبيئة البيون المغزي والنوع التاني بقول عليه بيئات صلبة والمثال اللي عندي بيئة الجلاتين وايضا بيئة الاجار طبعا هناخد تركيب بيئة الاجار وبيئة البيون المغزي في باقي الحلقة ان شاء الله تعالوا نستعرض بقى مع بعض اقسام البيئات على شاشتنا المتميزة اول حاجة بيئات سائلة والمثال اللي عندي بيئة البيون المغزي والنوع التاني بيئات صلبة مثل بيئة الاجار او الجلاتين المغزي والنوع التالت بيئات طبيعية والمثال بتاعها بيئة اللبن والدم والبيئات الصناعية وبيئة دي بتتكون من جملة من مواد مختلفة من المواد الخام تعالوا بقى نشوف اول بيئة حنحضرها مع بعض في حلقة النهاردة اللي هي تحضير بيئة اجار التريبتون والجلوكوز ومستخلص الخامير بتتركب بقى من ايه البيئة دي طبعا لازم يكون عندك ميزان طبعا الكتروني زي ما اخدنا في الحلقة اللي هي بتاعت الحلقة الاولى اللي كانت بتنص على يعد الادوات والاجهزة اخدنا منها وظيفة الميزان وقلنا دي وظيفته وزن المواد الخام عندي تريبتون بنسبة 5 جرام مستخلص خميرة بنسبة 2.5 جرام ديولوكوز بنسبة 1 جرام واجار بنسبة 20 جرام وماء مقطر بنسبة 100 سنتيمتر مكعد تعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير انا عرفت المكونات او بنقول عليها زي ما انتم كده بتقولوا في البيوت المادير هنا بقى اعرف ازاي اعمل البيئة دي بيتم ازابة المكونات في الماء في دورق مخروطي ثم يتم غليها في حمام مائي حتى يزوب الاجار وبتم تعويض النقص في الكمية المفقودة بالتبخير باضافة الماء وبيضبط رقم اليدروجين اللي احنا بنقول علي البيتش الى 7 سم يتم ترشيح المخلوط بوسطة الكطب وبعد كده بيتم تعبات وتعقيم البيئة على ضغط 15 رطل لمدة 15 دقيقة تعالوا نشوف مع بعض باقي طريقة التحضير بيتم بعد كده صب البيئة في اطباق بيتري معقمة باستخدام مصة معقمة ايضا وبهذه الطريقة بيتم رفع غطاء الطبق ثم اعادة اغلاقه مباشرة ده بليه ممكن يجيلك سؤال علل في الامتحان يتم فتح طبق اطباق بيتري بصورة سريعة ثم يتم غلقه حتى لا يتم تساقط الجراسيم وتلوس البيئة المحضرة بالكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الهواء او المايكروباط الموجودة في الهواء كل خطوة انت بتعملها في معمل الاحياء اثناء تحضير البيئات او تحضير الشراح لابد من تعقيم الادوات باستمرار والمحافظة على البيئات من التلوس بالجراسيم الموجودة في الهواء انتم عارفين طبعا ان المايكروباط او الكائنات الحية الدقيقة بتبقى موجودة في كل الاوساط سواء كان في الهواء الجوي او حتى في التربة او حتى في المياه فلابد من توخي الحذر اثناء تحضير البيئات الغذائية المختلفة بعد كده بيتم ترك الاطباق لتبرد وبتتجمد بيت البيئة بيت اجار التربتون على درجة حرارة 40 درجة مئوية ادي اطباق بيتري وهي فيها البيئة ما زالت سائلة وفي طبعا مجموعة من الملاحظات اول حاجة عندنا من الملاحظات اثناء تحضير بيت اجار التربتون واحد تعقم اطباق بيتري المحتوية على بيت الاجار ازاي بيتم تعقيمها بيتم تغلفها بورق القصدير ثم توضع فيه داخل جهاز التعقيم وطبعا انتم عارفين انه افضل جهاز لتعقيم البيئات الغذائية هو الاوتوكلاف واحنا اخدناه في مخرج التعلم رقم واحد وقلنا ده احد الاجهزة اللي بيتم من خلالها او بواسطتها تعقيم البيئات الغذائية اللي بتتحمل درجات الحرارة العالية وبيتم التعقيم بالبخار تحت ضغط على درجة حرارة تقريبا مية واحد وعشرين درجة ماوية ولمدة نص ساعة وعلى ضغط جوي واحد ونص رطل على البوصة المربعة طب تعالوا نشوف بعد كده بيتم تغلفها زي ما اتفقنا بورق من القصدير وبتوضع فيه المعقم اللي هو جهاز الاوتوكلاف طيب تعالوا نشوف الملحوظة التانية لا يتم فتح اطباق بيتري المحتوي على بيت الاجارة المحضرة الا في لحظة الزراعة لحظة الزراعة اللي هي لحظة وضع ابرت التلقيح داخل اطباق بيتري وبتم ده ازاي؟ بتم ان احنا بنرفع الطبق زي ما انتم شايفين في الصورة ادي القاع وادي الطبق العلوي بتم رفعه قليلا ثم اجراء عملية التلقيح وده كله بيتم بالقرب من اللهب لضمان عدم تلوس البيئة المحضرة باي ميكروبات بخلاف الكائن المنزرع في بيت اجار التريبتون والديولوكوز ومستخلص الخمير ملحوظة الثالثة من الممكن استخدام بداء الاخرى عن الاجار ممكن ان انا استخدم الجيلاتين او الجيلي اجار اجار طبعا المفضل دائما وابدا هو استخدام الاجار لان الاجار ده مادة غزائية بيتم استخلاصها من بعض انواع الطحالب سواء كانت الطحالب البنية او الطحالب الحمراء وبعد كده البيئة دي او المادة الغزائية دي لا تستطيع معظم الكائنات الحية ان تحللها وبالتالي هي بتظل محتفظة بخواصها الطبيعية لاطول فترة ممكنة ولذلك هي المفضلة دائما وابدا في تحضير البيئات الغزائية ولكن اذا تعذر الحصول على هذه البيئة فمن الممكن الاستعادة عنها باستخدام الجيلاتين او استخدام اجار الجيلاتين تعالوا نشوف مع بعض بعد كده النوع التاني او البيئة التانية اللي معانا في حلقة النهار ده اللي هي تحضير بيئة الاجار المغزي المادير بقى او المكونات مستخلص اللحم بنسبة 3 جرام بيبتون بنسبة 5 جرام واجار بنسبة 15 الى 20 جرام وماء مقطر بمعدل 100 سنتيمتر مكعب طبعا كل دي بتبقى المكونات نقولهم تاني مستخلص اللحم 3 جرام بيبتون 5 جرام اجار 15 الى 20 جرام ماء مقطر بمعدل 100 سنتيمتر مكعب طبعا انتوا شايفين معانا الخطوات احنا بناخد الاول المادير وبعد كده بنستعرض الخطوات اول خطوة معانا من الخطوات بيتم خلط المكونات السابقة زي ما اخدنا في البيئة الاولى وتوضع في حالة ذات الجدرين عشان يتم عندي ما يسمى بيئة الحمام المائي وبتترك البيئة لتغلي حتى زوابان الاجار وبيضاف ماء عوضا عن ما تم فقده بالتبخير اثناء عملية التسخيم الخطوة التانية ضبط البي اتش اللي هو باور اوف هيدروجين او تركيز ايون الهايدروجين في الوسط انتوا عارفين وانا قلتلكم ان دي مهمة جدا بالنسبة للكائنات الحياة الدقيقة فيه كائنات بتفضل البي اتش الحمدي كائنات بتفضل البي اتش المتعادل وايضا كائنات اخرى بتفضل البي اتش القلوي او القاعدي طبعا ده بيتحدد على ايه بيتحدد على تركيز ايون الهايدروجين في الوسط والجهاز طبعا فيه جهاز حديث مستخدم اللي هو البي اتش ميتر كان زمان بيقصوا الوسط بورق عباد الشمس بس دلوقتي بقى فيه جهاز بيشتغل بالكهرباء بنحم بيتم وضع المؤشر بتاعه او السنسور بتاعه في البي اة ومباشرة بيتم قراءة تركيز ايون الهايدروجين او البي اتش طبعا الحامضي بيبقى اقل من سبعة سبعة بالزبط يبقى وسط متعادل واكتر من سبعة يبقى الوسط قلوي لو انت بتشرب مية مية عادية بتاعتنا دي او مية مقترة وحطت فيها السنسور بتاع البي اتش ميتر حتلاقى انه القراءة ظهر عندك سبعة تماما يبقى معنى كده انه المية خالية من الاملاح خالية من المحليل سواء كان محلول سكري او محلول ملحي وبالتالي المية طبعا بتبقى المواصفات بتاعتها القياسية عديمة اللون والطعم ورائحة خالية من المواد الزائبة وايضا خالية من الشوائب والعقارة والمواد المشاعة كل دي بتبقى مواصفات قياسية للماء الصالح للاستهلاك الادمي احنا بنضبط البي اتش على بي اتش سبعة لسبعة واثنين من عشر هي تقريبا الوسط المتعادل وبتم ترشيح البيئة وهي ساخنة ثم تعبق في انابيب او اطباق بتري وبتعقم كما سبق في جهاز الاوتوكلاف هناخد بعد كده عزية الطلبة والطلبات الخطوة الثالثة من خطوات التحضير بتم وضع الانبيب الاختبار في وضع مائل وتترك لكي تتجمد في حالة الاجار المائل حتى بنسمي كده الانبيب اللي بيبع الاجار فيها في صورة مائلة انابيب اجار مائلة او مزرعة اجار مائلة او توضع بصورة رأسية فيطلق عليها اسم انابيب اجار عميقة الخطوة الرابعة اذا لم تتوفر لدينا خلاصة اللحم جاهزة احنا ممكن نعملها بنفسنا طب اعملها زي يا دكتور انا بجيب قطعة لحم صغيرة من لحم البكر الصافي وبيتم غاليها عدة ساعات في الماء وبيتم استخدام الخلاصة الرخوة المتبقية بعد تبخر القسم الاكبر من الماء الموجود بقطعة اللحم طبعا دي كل دي بيدائل احنا بنقول لكم عليها علشان خاطر تعرف ازاي تحضر البيئة من الخامات والمواد المتاحة اه في المعامل المختلفة في مدارسنا اه النوعية اللي هي بتطبق منظومة اه الجدرات تعامل مع المنظومة بقدر الامكان بالمتاح من الخامات اه حتى يتسنى لنا اه تحقيق اه المنظومة ونجاحها اه بوسطة اه الخامات المتاحة في كل اه مدرسة ولكن دون ان تهدر اه المعايير الاساسية للتقييم انت بتتعامل مع الخامات المتاحة اه ولكن في اشياء لا غنى عنها وانت علشان خاطر كمقيم او كمدير مدرسة او حتى كمحقق داخلي او خارجي او حتى قسم التوجيه الخامات والادوات اللي بتبقى نقصة عندك في المنظومة او في المدرسة ارفع بها تقرير لقسم التجهيزات في الوزارة وان شاء الله هم حيتم سد العجز في المواد الخام اللي غير متوفرة اه لديك في مدرسنا المختلفة طيب مكونات البيئة اللي هي التالتة معنا اللي هي بيئة البيون المغزي بيئة البيون المغزي هي بيئة سائلة زي ما اتفقنا مكوناتها 3 جرام مستخلص لحم 5 جرام بيبتون و 1 لتر من ماء الحنفية طبعا اه انا جايب لكم صورة الميزان الالكتروني علشان ده مهم جدا لوزن المواد الخام الداخلة في تركيب اه كل بيئة من البيئات اللي احنا بنحضرها علشان ده مهم جدا لانه كل بيئة بيبقى لها شوف احنا كل حاجة كاتبينها بالجرام علشان اي خلل فيه المكونات بيؤدي الى خلل فيه اه بطاقة مراجعة المنتج اللي انت حتبقى اه مسؤول عن تقدمها كدليل اساسي وليس داعم دليل اساسي للحكم على الطالب او على المتدرب كونه اصبح جديرا في تحضير هذه البيئات المختلفة فانت طبعا لازم يكون عندك الميزان الالكتروني لازم يكون عندك المواد الخام المتاحة لازم تلتزم اثناء تأديتك المهمة او المهارة بقواعد السلامة والصحة المهنية والاشتراطات الواجب مراعتها عند تداول الادوات والعمل في معمل الاحياء اللي انا قلتلكوا عليها قبل كده تتأكد من التهوية من الاضاءة عدم لمس الزجاج المكسور عدم تناول الاطعمة في معمل الاحياء ارتداء الملابس الواقية من البلطو او المعطف زي ما احنا بنقول والجلافز وايضا الغطاء الرأس والنظارات الواقية زي ما انا قلتلكوا في اول حلقة دي حاجات اساسية الطالب اللي حيجي عشان يتقيم وهو غير مرتدي وغير ملتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية من الباب كده من على باب المعمل يعرف انه هو غير جديد لانه لم يتم تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية اثناء تأدية وليه المرأة احنا بنركز وبنكرر لانه قلنا المنظومة جديدة كل يدلوا بدلوا لانجاح هذه المنظومة لانه طبعا هي لو تم تطبيقها دي بتحقق مواكبة للطالب اللي حيتخرج من عندنا من مدارسنا النوعية حيشتغل مباشرة في المصانع وفي المزارع المختلفة وايضا لو عنده طموح انه حتى يسافر الى الخارج طبعا حيكون مؤهل للقيام باي مهمة تطلب منه لانه هو مدرب عليها وبالتالي الجانب او الشق العملي اصبح متوفر والمعارف والمواد العلمية اكتسبها اثناء تأديته للمهارة وتم تقييمه بوسطة ادلة التساؤل المختلفة وبالتالي هو اصبح جدير في اداء هذه المهمة او هذه المهارة طبعا كل حاجة انا بقولكم عليها بنكررها وبنقولها مرة واثنين وثلاثة علشان ترسخ فيه ازهان اعزان الطلبة والطالبات لانه في النهاية انت اللي حيتم اصدار الحكم عليك ان انت بقيت جدير او ليس جدير بعد احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في تطبيق المنظومة اللي هي عدم نشر الفكرة او عدم نشر معايير المختلفة للمنظومة احنا بنحاول بقدر الامكان اثناء متابعتنا للحلقات اللي احنا بنقدمها ان احنا نديكم خبراتنا اللي اكتسبناها وخصوصا ان احنا كنا احد المشاركين من البداية في وضع اصص منظومة الجدرات المهنية مكونات بيت البيون المغزي زي ما اتفعنا قلنا 3 جرام مستخلص لحم 5 جرام بيتون و1 لتر من ماء الحنفية تعالوا نشوف خطوات التحضير اول حاجة انا بديك هنا اردر او بديك امر في الخطوات ازب المواد في الماء احنا عرفنا الطريقة طبعا وسخن حتى الغلان برضو عرفنا ازاي نعمل عملية تسخين قم بضبط البي اتش طبعا ادي جهاز البي اتش ميتر انا جايبه لكم علشان تشوفوه ادي السنسور بتاعه بيتم وضعه فيه البيئة علشان ايس البي اتش بتاعها وبالتالي لما بيديني قراءة من 7 الى 7 و2 من 10 اذا المكونات بتاعتي سليمة وانا هبقى ضامن ان شاء الله انه المنتج النهائي لان انا عندي دليل اساسي وليس دليل داعم في تقييم هذا المخرج اللي هو بطاقة مراجعة او دليل اداء في صورة بطاقة مراجعة منتج انت طبعا هتعمل الثلاث بيئات اللي احنا اخدناهم والمقيم او المعلم حيشوف بقى المواصفات القياسية للبيئة اللي انت صنعتها لو انت القوام مظبوط لو المكونات مظبوطة لو البي اتش مظبوط كل دي هتاخد عليها علامة صح وبالتالي هتصبح ان شاء الله جديرا في تحقيق المهمة او المهارة الموكلة اليك يبقى جهاز البي اتش ميتر فايدته او وظيفته انه بيتم من خلاله ضبط البي اتش والبي اتش اللي عندنا كام البي اتش اللي عندنا من 7 الى 7 و 2 من 10 يعني تقريبا الوسط بيكون وسط متعادل وبعد كده بيتم ترشيح المكونات باستخدام وراء الترشيح بعد كده بيتم التعقيم عند ضغط جوي 15 ضغط جوي لمدة 20 دقيقة الرابعة اللي معانا اللي هي تحضير بيئة من اللبن الزبادي تحضير بيئة من اللبن الزبادي اولها تاني تحضير بيئة من اللبن الزبادي بحضرها لها دكتور بحضرها عشان اعمل منها غشاء اه علشان افحص اه بكتيريا حمض اللاكتيك اللي بتبقى طبعا موجودة في اللبن الزبادي اه بتكون بيئة اللبن او بتتكون بيت اللبن الزبادي بتبقى عبارة عن عبوة لبن زبادي حديثة التحضير بيتم استخدامها في الكشف عن بكتيريا حامض اللاكتيك ازاي بقى اعمل تحضير للغشاء البكتيري ودي مهمة جدا ومهارة مهمة جدا لازم يكون طلابنا مضربين على اداها للكشف عن بكتيريا حامض اللاكتيك ومعرفة اشكالها واجناسها وايضا وظيفتها لانه دي من الانواع البكتيرية المهمة اللي بتدخل في صناعة صناعة مهمة جدا اللي هي صناعة اللبن الزبادي وطبعا هي بتعمل على تخمير وتحليل سكر اللاكتوز في اللبن وبالتالي انتاج خسرة اللي احنا بنقول عليها الزبادي تعالوا نشوف بقى ازاي نحضر الغشاء البكتيري حتى نتمكن من فحص الخلايا البكتيرية ودراسة اشكالها لابد من تحضير غشاء بكتيري ثم تتبعها عملية الصبغ باحد انواع الصبغات وحاولوكم عليها دلوقتي وحنوريكم طريقة التحضير معنا فيديو تعليمي هيسهل عليكم ازاي نعمل شريحة من غشاء بكتيري لبكتيريا حمض اللاكتوز بعد الصبغ بتم فحص الشريحة باستخدام الميكروسكوب الضوئي العادي وحن تعرفتوا طبعا في الحلقات السابقة شكل الميكروسكوب ومكونات الميكروسكوب وقلنا وظيفته بيستخدم في فحص الشرائح المختلفة سواء كان تحضيرات موقعتة او تحضيرات مستديمة طبعا الميكروسكوب باختصار بيتكون من جزئين جزئين جزء بنقول عليه اجزاء حركية والجزء التاني بقول عليه اجزاء بصرية القاعدة والانبوبة والمسرح وكل الاجزاء اللي بيحمل منها الميكروسكوب بقول عليها اجزاء حركية بينما الاجزاء البصرية بتتمثل في العدسات سواء كانت العدسة العينية او العدسة الشائية او المرآة العكسة او المكسف كل دي بتبقى اجزاء بصرية طبعا احنا هنا في شريحة حامض اللاكتيك او اللبن الزبادي بيتم فحصها باستخدام العدسة الزيتية والعدسة الزيتية دي عبارة عن عدسة احد عدسات الميكروسكوب في القطعة الانفية او القطعة الدوارة بيتم وضع نقطة من زيت السيدر على الشريحة بعد تحضرها وبيتم ضبط الشريحة بوسط الضبط الكبير حتى تنغمس العدسة في نقطة الزيت وبيتم الرفع قليلا لوضوح الرؤية وليه بستخدم بقى زيت السيدر ومش بستخدم اي نوع تاني من انواع الزيوت لانه معامل انكسار الزيت بيساوي معامل انكسار الزجاج وده بيعمل على تجميع الاشعة وزيادة شدة الاضاءة ووضوح الرؤية ده باختصار لو حد سألك بقى وانت بتعمل المهارة ليه انا حطيت نقطة من زيت السيدر هتقوله لانه معامل انكسار الزيت بيساوي معامل انكسار الزجاج وده بيعمل على تجميع الاشعة ووضوح الرؤية وزيادة شدة الاضاءة تعالوا بقى نستعرض مع بعض الخطوات الخطوات الاساسية لتحضير رشاء بكتيري من بكتيريا حامض اللاكتيك اول حاجة معانا اللي هي تعقيم ابرة التلقيح المعدنية واحنا عرفناها طبعا في الحلقة الاولى من برنامج الجدارات اعداد معمل الاحياء بيتم التعقيم بوسط اللهب زي ما انتم شايفين في الصورة ادي لهب بنزن بتمريرها على اللهب بنزن حتى يتم احمرارها ثم بتترك قليلا حتى تبرد وبعد كده بيتم استخدامها خطوة تانية بوسط ابرة التلقيح بيتم وضع قطرة من الماء المعقم في مركز الشريحة الزجاجية النظيفة ثم بيتم تعقيم الابرة مرة ثانية وبيتم تركها حتى تبرد يعني انا عقمت في المرة الاولى وعقمت في المرة التانية كل اللي انا عملته بالابرة التلقيح سواء من المستقيمة او ذات العقدة ان انا عقمتها واخدت بيها قطرة من الماء وحطتها في منتصف الشريحة طيب بعد كده ايا دكتور بعد كده بيتم نقل جزء من النمو البكتيري بواسطة ابرة التلقيح المعقمة الى الشريحة ثم بيتم خلطها في قطرة الماء اللي انا حطتها على الشريحة حتى يتم تكوين ما يعرف بالعقارة الخفيفة وبعد كده بيتم نشرها على الشريحة حتى يتكون غشاء رقيق منتظم وانا بتركه بعد كده ليه جف في الهواء او لو انا يعني ما عنديش وقت بيتم تكفيف الغشاء على اللهب ولكن لازم اتوخى الحذر والارتفاع يكون على بعد خمستاشر سنطي من اللهب خلي بالكواب انتو كطلبة هتقوموا بتحضير الغشاء ده في المعمل الادوات اللي هتستخدمها لازم طبعا التعقيم ده اساسي وملابس السلامة والصحة المهنية لحضرتك اساسي وايضا تتأكد من الاضاءة والتهوية وضبط الاضاءة في الميكروسكوب وايضا استخدام العدسة الزيتية ووضع نقطة من زيت السيدر على الشريحة ويكون عندك احنا طبعا جبنا لكم في الادوات والاجهزة في الحلقة الاولى شكل اللي هي زيت السيدر وايضا الميكروسكوب فانت دلوقتي بقيت على دراية وبقيت موهلا للتعامل مع الميكروسكوب وضبط الاضاءة لو الميكروسكوب اللي عندك فيه المعمل ميكروسكوب ضوئي عادي يعني بيعتمد على الاشعة الضوئية فانت لازم تضبط الاشعة بالمرئة العاكسة لو الميكروسكوب اللي عندك ميكروسكوب كهربي يعني بيعتمد فيه الاضاءة على استخدام الطيار الكهربي انت بتدوس على الكابس او الزرار اللي موجود فيه الميكروسكوب بتنور اللمبة المضيئة وبالتالي انت كده ضبط الاضاءة بتفتح المكاسف وخلاص على كده الميكروسكوب عندك بيكون جاهز للفحص تتحكم فيه بقى وضوح رؤية من الضابط الكبير وايضا الضابط التقريبي او الضابط الدقيق تعالوا بقى نشوف مع بعض ادي صورة تانية بتبين لك كيفية عمل تكفيف للغشاء على اللهب وتثبيته بعد كده بنيتم تثبيت الغشاء البكتيري بتمرير الشريحة على اللهب من 3 الى 4 مرات وبعد هذه المرحلة بيكون الغشاء اصبح جاهزا ليتم صبغه باحد الصبغات المختلفة ادي الفيديو اللي انا وعدتكم به حيبين لك في الفيديو خطوات اه تحضير اه الشريحة هنا بيشعل اللهب ودي ابرة التلقيح ذات العقدة وكلكم دلوقتي بيتوا عارفينها اه حيقوم الاول بعملية تعقيم للابرة طبعا دي ملصقات او استيكر كده بيتم وضعها على الشرائح علشان تبين لي نوع البكتيريا والجنس بتاعها وهكذا فلازم البيانات دي تكون اساسية لعملية التحضير اه دي طبعا هو حط الملصق وبدأ يعقم ابرت التلقيح ذات العقدة حتى تتحول الى اللون الاحمر وبعد كده هياخد بيها نقطة من الماء وحيضعها في منتصف الشريحة الزجاجية زي ما انتم شايفين معنا كل دي خطوات اساسية انت بتشوفها في برنامجنا المتميز برنامج في بيتنا مدرسة طبعا خدمة تعليمية لعزانة الطلبة والطالبات متميزة بالصوت والصورة علشان المعلومة بالنسبة لكم تثبت في ازهانكم لاطول فترة ممكنة وبتكون مدرب تدريب عملي وايضا المهارات النظرية بندهلكوا اثناء الحلقة اه دي هياخد طبعا جزء من المزرعة من بيت الاجار المائل لو انتم ملاحظين هتلاقي بمرغر فوهة الانبوبة في اللهب مرتين ثلاثة علشان كل ده علشان يضمن عملية التعقيم وعدم تلوث البيئة اثناء عملية العزل والزرعة اه دي بياخد عزلة او جزء من النمو السطحي في بيئة الاجار المائل وبعد كده حيفردها على الشريحة الزجاجية وبعد كده حيقوم بهادي تعقيم مرة اخرى قبل وضع السدادة القطنية كل ده الهدف الاساسي من عملية التعقيم هو المحافظة على عدم تلوث البيئات اثناء عملية العزل والتحضير بعد بيفرد طبعا المزرعة اللي عنده على الشريحة وبعد كده حيتم تثبيت الشريحة في اللهم بعقم الابر كل مرحلة من المراحل لابد من التعقيم الدوري لابرة التلقيح لمنع التلوث بقدر الامكان وطبعا ممكن يجي لك في الامتحان اذكر وظيفة ابرة التلقيح الوظيفة بتاعة ابرة التلقيح عزل وتحضير الشرائح والبيئات الغذائية المختلفة طبعا انتم شفتوا هذه الخطوات هناخد بعد كده ازاي اقوم بعملية صبغ للشريحة طبعا الهدف الاساسي عزاة طلب وطلبات من عملية الصبغ هو وضوح الرؤية انا عندي انواع مختلفة ومتعددة من الصبغات صبغة احمر الميسايل صبغة ازرق الميسيلين او الميسيلين بلو صبغة جرام اللي هو العالم الاساسي الالماني الدينماركي الاساسي اللي اختراها او اللي اكتشفها طبعا سجلت باسمه لانه هو اول من بدأ في استخدام اذا نوع من الصبغات سنة 1884 طبعا ده عالم مهم جدا في مجال البيولوجي والمايكروبيولوجي لانه صبغة جرام طبعا بدأت لما استخدمها تفرق لي بين اجناس البكتيريا المختلفة وفيه بقى عندي نوعين من البكتيريا بكتيريا مجابة لصبغة جرام وبكتيريا سالبة لصبغة جرام البكتيريا المجابة لصبغة جرام بتحتفظ بلون السبغة بعد اجراء عملية السبغة اللي هو اللون البنفسيجي بينما البكتيريا السالبة لصبغة جرام بتأخذ اللون المغير او بنقول عليه اللون المعاكس للون الاحمر اللي هو اللون البنفسيجي اللي هو اللون الاحمر يبقى المجابة بتاخذ لون السبغة او بتحتفظ بلون السبغة اللي هو اللون البنفسيجي والخلايا اللي بتأخذ اللون المغاير او المعاكس اللي هو اللون الاحمر دي بتبقى سالبة لصبغة جرام تعالوا نشوف بقى مع بعض خطوات اجراء عملية السبغ زي ما قلت لكم العالم الدنماركي كريستيان جرام هو اللي اخترع السبغة دي سنة 84 وقسمنا البكتيريا بناء على استجابتها للصبغة الى مجابة لجرام وسالبة لجرام المجابة لجرام بتأخذ اللون البنافسيجي والبكتيريا السالبة لجرام بتأخذ اللون الاحمر ادي فيديو معانا بيبين لنا كيفية اجراء عملية السبغة بوسطة سبغة جرام للشرائح المختلفة طبعا زي ما انتم شايفين الادوات اللي عندنا احد انواع السبغات اطباق بيتري شرائح زجاجية ادي الم بيكتب به نوع السبغة وبيتم تحديد الموضع اللي حيتم فيه اجراء عملية السبغة او وضع الغشاء المحضر ادي عملية التعقيم دائما وابدا لازم تجري عملية التعقيم باستمرار لابرة التلقيح وبعد ما تبرد تبدأ تاخد بيها نقطة من الزيلول علشان عملية التثبيت بيضعه فيه منتصف الشريحة في الجزء اللي هو علم به وبعد كده بيتم وضع الجزء من الغشاء البكتيري وفرده في نقطة الزيلول ادي او شوف خلي بالكم بيفتح ازاي عشان لما تعمل في المعمل يكون عندك قدرة ما تفتحش الطبق للاخر لا جزء بسيط وتغطي مباشرة وتبدأ تفرد المزرعة اللي عندك على نقطة الزيلول وبعد كده عقم تاني التعقيم مستمر في كل الخطوات بتاعة التجربة زي ما انتم شايفين معنا في الفيديو ده فيديو مهم جدا بيبينلك ازاي تجري مهارة صبغ الشريح في المعمل وبكده بعد كده هيبدأ ان هو يضع على الشريحة السبغة وبالتالي بعد كده هناخد الجزء التاني ايه دي اهو الجزء التاني هيبدأ ان هو يثبت الغشاء مرتين تلاتة في اللهب او خلي بالكم ايه دي دي بتبقى عملية التسبيت وبعد كده هيتم بقى اضافة الايه السبغة على الشريحة وبيتخلص من اه الجزء الزائد من اه السبغة ادي سبغة جرام زي ما انتم شايفين اهو هيتم وضعها على الشريحة نقطة منها على الشريحة وبعد كده في اه دوارك محتوية على الماء بيتم التخلص من الجزء الزائد من السبغة اه باستمرار الخلية طبعا البكتيرية بتحتفظ بلون استبغى اذا كانت مجابة والسالبة بتأخذ اللون المغاير اللي هو اللون الاحمر اه دي طبعا الادلة اللي معانا ادلة التعلم اعزائي الطلبة والطلبات لو انتم اه طبعا اه اديتوا اه المخرج التعليمي ده اه بكفاءة فانت هيتم تقييمك بعد نهاية اه دراسة اه معايير الاداء لهذا اه المخرج اللي هو اه يعد بيئات النمو اه المختلفة اه اه انت هتبقى مطالب منك ادلة اساسية زي ما اتفقنا وادلة داعمة الادلة الاساسية هتتمثل في اه تقديم دليل اداء في صورة بطاقة ملاحظة دليل اداء في صورة بطاقة ملاحظة والنوع التاني هيبقى دليل اداء برضو في صورة بطاقة مراجعة منتج انت عملت البيئة البيئة دي بتبقى بتبقى بالنسبة لك بمثابة منتج لكنك عملت مثلا مربع او عملت زبادي او عملت اه اه جبنة ايا كان المنتج اللي هتعمله فده اسمه مراجعة منتج بشوف المواصفات القياسية للمنتج اللي عندي هل مطابقة لما تم انتاجه بواسطة الطالب او غير مطابقة اذا كانت مطابقة فالطالب اصبح جديرا في تحضير هذا المنتج اذا كانت غير مطابقة فهو ليس جدير بعد وبتم عادة تقييمه مرة اخرى في مخرج التعلم اللي هو يعد البيئات النمو المختلفة تعالوا بينا اعزاء الطالبات نضربكم على بطاقة الملاحظة الخاصة بمخرج التعلم رقم 3 في وحدة اعداد معمل الاحياء اللي هو يعد بيئات النمو المختلفة طبعا انتوا عارفين شكل البطاقة وتعودتوا عليها كلكم اذا البطاقة بتبقى مكونة من مخرج التعلم ومعيار الاداء وجزء بتاعة تقييم اجتاز اجتاز لو انت اجتزت من اول مرة بتاخد الاجتاز وده الخاصة بتاني مرة وده التاريخ وده التوقيع انا عندي الخطوات زي ما انتم شايفينها لازم ان انا اتبع كل الخطوات دي يجهز المواد الخام المكونة للبيئة وفقا للأوزان المقررة يخلط المواد الخام مع بعضها وفقا لارشادات تجهيز البيئات الغذائية يطبخ البيئات على النار وفقا لدرجات التسوية القياسية بيتم تعقيم البيئات زي ما استعرضنا مع بعض في الفيديوهات باستخدام الاجهزة المناسبة وفقا لشروط التعقيم بيتم صب البيئات في الأطباق والأنبيب وفقا لمطالبات التمرين وبيلقح البيئات بالعينة المراد فحصها تحت شروط التعقيم وفقا لنظم التلقيح المحددة ويحضن البيئات الملقحة في المعمل او الحضان وفقا لدرجات التحضين المكررة ويفحص البكتيريا النامية على البيئات بعد انتهاء فترة التحضين بالميكروسكوب الضوئي وفق الشروط المعملية بكده أعزائي الطلبة والطلبات نكون استعرضنا مع بعض دليل الأداء اللي هو في صورة بطاقة ملاحظة وايضا دليل الأداء في صورة بطاقة مراجعة المنتج هو بيقولك البيئة واخد القوام المناسب البيئة واخد اللون المناسب دي طبعا بتبقى مواصفات قياسية للبيئة اللي تم تحضرها لو انتوا حابين تعرفوا باقي المخرجات التعلم الخاصة بوحدة الأحياء وكيفية التدريب عليها وكيفية إجراء معايير الأداء بصورة سليمة يبقى لازم تنتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله احنا خدنا في حلقة النهاردة مخرج التعلم رقم 3 ودينا لكم فكرة عن مكونات المنظومة وازاي تكتاز مرحلة التقييم من المرة الأولى وأهمية تقديمك للأدلة الداعمة التي تبرهن على أنك أصبحت طالبا جديرا في أداء المهمة المكالة إليك كل دي طبعا حاجات احنا خدناها في حلقة النهاردة وعرفنا ازاي نحضر البيئات بالمآدير وخطوات التحضير وأيضا كيفية تحضير غشاء من بكتيريا حامض اللاكتيك وفحصه بوسط الميكروسكوب الضوئي العادي باستخدام العدسة الزيتية بكده أعزاء الطلبة والطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور روال شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته